موسيقى من تلفزيون لبنان نشر مسائية مفصلة أهلا بكم مساء الخير الوقت المتبقي من أدار لإقرار مجلس الوزراء الموازنة ومجلس النواب سلسلة الرتب والرواتب وبداية نيسان ستكون لمروحة اتصالات سياسية واسعة النطاق باتجاه قانون للانتخابات النيابية وفيما تترقب أوصات سياسية تمديدا للمجلس النيابي لبضعة أشهر لاستكمال القانون وإجراء الانتخابات قفز ملف النفط إلى الواجهة ودار كلام في بعض المحافل عن خطوات باتجاه التنقيب النفطي تلزيما على أن تكون الانتخابات في تشرين الأول أو الثاني وثمت سبب آخر دافع لملف النفط إلى الواجهة أيضا يتعلق بالضغوط الإسرائيلية بواسطة دول كبرى لألا يشمل التنقيب اللبناني منطقة بحرية قبالة مزارع شبعة وفي الوقت الذي أكد رئيس الجمهورية مع الوزير فرعون على ملف التخطيط الإداري شدد الرئيس عون على الضرائب المتخصصة وفي الموضوع النفطي ركز دكتور سامير جعجة على وقف الهدر لسلامة الثروة النفطية وفي التحركات اختتم الرئيس الحريري محادثاته الرسمية مع الوفد المرافق في القاهرة مبنيا للارتياح للتعاون اللبناني المصري زيارة لافتة في شكل والمضمون لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى القاهرة تمكن خلالها وبعد لقائه مع رئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره شريف اسماعيل بتحقيق أربع استثناءات أولها إنجاز في مجال الزراعة فأبقى العمل سارم بالرزنامة الزراعية بين مصر ولبنان والموقع السابقا لأن هذه الاتفاقية تكون حكما ملغات بعد اتفاقية التيسير العربية لكن الرئيس الحريري أحيى العمل بها ثانيا تم الاتفاق على المقايدة مع مصر بالنسبة للمواد الزراعية وسيستفيد لبنان من الأسمدة المصرية التي يحتاجها ما يحقق بذلك توازنا في التصدير بعد أن كان لصالح الجانب المصري الاستثناء الثالث كان في اتفاقية تسجيل جميع الأدوية المصنع في لبنان وتصديرها إلى مصر ما يتيح بذلك وبعد وصولها وتسجيلها في دولة عربية أن تصدر إلى باقي الدول العربية ورابعا تسهيل تصدير المنتجات الزراعية والصناعية من لبنان إلى مصر هذا الانجاز النوعي للرئيس الحريري في العلاقة الاقتصادية أتى بعد اليوم الثاني أيضا للزيارة حيث اجتمع رئيس الحكومة إلى نظيره المصري في مقر رئاسة الحكومة المصرية قبل انعقاد اللجنة العليا اللبنانية المصرية المشتركة بعد غياب استمر سبع سنوات من حكومة الرئيس الحريري السابقة في العام 2010 وبعد الاجتماع تم التوقيع على 16 اتفاقية وبروتوكولات تعاون بين البلدين أبرزها في المجال الأمني بين الوزير نهاد المشنوق ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر الدين وتفاهم للتعاون بين النقطة التجارية الدولية المصرية ومركز المعلومات التجارية إضافة إلى برامج تنفيذية في مجالات الشباب والرياضة والثقافة وحماية البيئة والسياحة والقوى العاملة والأثار والتراث وقد انتهت اجتماعة اللجنة بالتوقيع على محضرها من قبل رئيسي حكومة البلدين الاهتمام المصري بزياد الرئيس سعد الحريري إلى القاهرة عكست أصورة المصرية الجديدة الحاضنة للدول العربية كما كان تأكيد مصري لبناني على أهمية مكافحة الإرهاب المنتشر في المنطقة قبل أيام من انعقاد القمة العربية من القاهرة شكري صباق دينا رمضان طبارة تلفزيون لبنان وفي حديث مع الإعلاميين أطلق رئيس الحريري سلسلة مواقف واعتبر أن التفاهم الذي حصل مع العماد عون أنها مرحلة الفراغ الرئاسي وخطب لبنان خطوات متقدمة نحو الأفضل دينا رمضان مختتماً الزيارة إلى القاهرة عرض رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري نتائجها في تصريح للوفد الإعلامي المرافق وتناول الشأن اللبناني نافياً ذهاب إلى أزمة في البلاد قائلاً سنصل إلى قانون للانتخاب أنا برأيي أنه نحن مش رايحين على أزمة ما نضخم الأمور أنا واثق أنه حنوصل لقانون انتخابات كل اللبنانيين ويقدروا يتمثلوا مثل المهنبات الرئيس الحريري أشار إلى أن النتيجة مع مصر كانت أفضل بكثير مما كان متوقعاً كان في بعض الشوائب اللي كانت عم تعطل بعض التجارة بين لبنان ومصر توصل على مصر يعني شلناهم كلهم إن كان فيه التفاح وصلنا للإدفاء مثل البارترديل نحن وإياهم مع أخواننا المصريين وصلنا بالنسبة للدول اللي كان موضوع كتير شائك بين لبنان ومصر الحمد لله حطينا أيلية والأدوية اللبنانية المصنعة في لبنان حتكون قادرة توصل على مصر قريباً كمان فتحنا أبواب حتى لرجال أعمال اللبنانيين يستسمروا في مصر وأيضاً كمان المصاروي يقدروا يستسمروا بلبنان وأظن أن هذه الطريقة العمل يجب علينا أن نحن نواكبها بأليات الرئيس الحريري قال إن الاتفاقيات مع القاهرة ليست بديلاً عن دول الخليج ورأى أن مصر تتمتع بدور كبير وأضاف الرئيس الحريري العلاقات التاريخية بين لبنان والخليج وخاصة مع المنمخ العربية السعودية هذه علاقات من أيام الملك عبد العزيز وكل ملوك المملكة العربية السعودية كانت علاقات مميزة مع لبنان ففي تحدي هلأ يمكن بالنسبة للمنطقة وما بشوف أنه هالخليفات بتأثر على العلاقات ما لازم تأثر على العلاقات بيننا وبين الدول رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون تعهد السعي إلى تحقيق كل ما التزم به في خطاب القسم وفي رسالة الاستقلال مؤكداً في خلال استقباله وفداً موسعاً من اللقاء التشاوري الوطني لعشائر وعائلات بعلباك الهرمل أن رهانه كان دائماً على الشعب اللبناني في العمل معاً من أجل مكافحة الفساد وضبط مزاريب الهدر ورأى أننا بحاجة إلى إنجاز بعض القوانين الأساسية ومن بينها قانون الانتخابات بحيث يتم إيصال الكفؤين إلى مواقع القرار إضافة إلى وضع خطة اقتصادية تركهم بالعجز المالي وفي عدم تنفيذ المشاريع أمره 27 سنة الحكومة صار أمرها بالنقية الشهر هيدا ثلاثة شهر الالتزام صحيح مية بالمية ولكن وقت التنفيذ بده وقت كتير الضرائب إذا كانت مخصصة وحتى نحسن فيها الاقتصاد البناني بس حتى ندفع رواتب كمان كارثة اقتصادية على البلد بعرف الناس اعترضت على الضرائب ولكن ما نبرر الضرائب ولكن كمان ما فيها تدفع الدولة رئيس الجمهورية طلع من وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشيل فرعون على خطة العمل التي وضعها لوزارته والمؤلفة من ثلاث مراحل لتمتيل دور التخطيط الوطني في لدنان ووضع خريطة واضحة لتحقيق أهداف خطة الإصلاح الوطني وفي قصر بعبدالجنة مهرجنات بعلبك الدولية برئاسة نيلة دوفريج التي أطلعت رئيس الجمهورية على برنامج المهرجنات لهذه السنة الرئيس عون استمع من وفد نقابة التوبوغرافيين المجازين في لدنان إلى مطالبهم مؤكدا اهتمامه بها وعدا بدرسها وفد منبر الوحدة الوطنية أكد العمل على تحقيق الإصلاح والتغيير الذي وعد به اللبنانيين وإقرار رؤية تنموية شاملة يتم العمل على وضع مقاوماتها حاليا الرئيس عون تسلم النسخة العربية من كتاب البابا السابق بنيديكتوس السادس عشر الذي ترجمه من الألمانية إلى العربية لبروفيسور نبيل خوري مع إهداء من قداسة البابا السابق وفي قصر بعبدال وفد الرابطة المخلصية التي وجهت الدعوة للرئيس عون لحضور الاحتفال الذي تقيمه لمناسبة عيد سيدة البشارة شفيع الدير المخلص في جون في عين التيني سلسلة لقاءات والرئيس بري اطلع من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد على تحضيرات القمة العربية وتطورات الأوضاع في عين الحلوة رئيس مجلس النواب نبي بري بحث مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد والوفد المرافق التطورات العربية والقضية الفلسطينية وموضوع المخيمات في لبنان الأحمد أطلع الرئيس بري على نتائج الاتصالات الفلسطينية والإدارة الأمريكية الجديدة حول عملية السلام في الشرق الأوسط كذلك التحضير للقمة العربية التي ستعقد في الأردن الأحمد لفت إلى أهمية الدور الذي رعبه الرئيس بري في تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية وأكد أنه سيتابع الأمور التي تحول دون تنفيذ بيان بيروت بتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية بين كافة الفصائل وإنهاء الانقسام تمهيدا لعقد المجلس البطني بشكل متزاما جرى بحث أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان وخاصة مخيم عين الحلوة والجهود التي بذلت في الفترة الأخيرة لإعادة تفعيل وتشكيل القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة للمحافظة على الأمن نحن نفتخر ونعتز بالدور الذي يقوم به الرئيس نبيه بري في هذا المجال والجهد الاستثنائي الذي يبذله مباشرة سواء مع الفصائل الفلسطينية مباشرة أو مع الأجهزة اللبنانية المختلفة والمعنية بهذا الموضوع الرئيس بري التقى المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر الذي أبلغ رئيس المجلس بأن يوم السبت سيتم افتتاح مشروع الصرف الصحي لمرجعيون والخيام الذي قام الصندوق بتمويله وكان الرئيس بري قد عرض تطورات مع سفير ألمانيا مارتن هوث ومن شاهد أخرى أجرأ الرئيس بري اتصالا بالسفير البريطاني هيوغو شورتر معزيا بضحايا الهجوم الإرهابي في لندن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل دعم من واشنطن إلى مشاركة فاعلة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي وزير الخارجية جبران باسيل رأى أن الجيش اللبناني الصغير بدباباته القديمة المصنوعة في الخمسينيات تمكن من هزيمة داعش ومنعها من اختراق حدودنا الهشة وذلك بفضل الإرادة والتصميم وبدعم محدود من قبل الولايات المتحدة الأمريكية واعتبر باسيل في كلمة له أمام اجتماع التحالف الدولي لمحاربة داعش في واشنطن أن محاربة الإرهاب تتطلب شركاء حقيقيين من داخل الإسلام وتتطلب ثورة من قبلهم عندما نقوم باحتضانها وبعد أن يتوقف كليا الدعم المالي والسياسي وتسليح جميع الإرهابيين وليس فقط داعش الذي هو اسم متغير فقط وسيتحول إلى مجموعات وسيتضاعف وسيتجزأ إلى خلايا صغيرة بعد أن يزول وهو يتطلب جيوشا وطنية على الأرض مثل الجيش اللبناني وذلك ضمن دعم فعال من قبلكم وليس دعما محدودا ورمزيا وأنه يتطلب نموذجا كالنموذج اللبناني نموذج التنوع ونموذج المضاد لداعش وعلى هامش اجتماع التحالف الدولي التقى بسيل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجلينو ألفانو وزير الخارجية وتجارة الهنغاري بيتر سيارتو وعرض معهما موضوع اللاجئين والاستراتيجية الأوروبية لاستيعابهم رئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع اعتبر أن قطاع النفط والغاز هو القطاع الأكثر حساسية في لبنان والأرقام الجديدة تشير إلى أن الاحتياطي يقدر بنحو ستمائة مليار دولار لذا لا يمكننا أن نسامح أنفسنا في حال عاسى الفساد أو الهدر في هذا القطاع الحيوي وفي لقاء نظمه حزب القوات في معراب تحت عنوان النفط والغاز في لبنان إدارة سليمة غد واعد قال جعجع نحن اليوم داخل الحكومة وسنراقب جيدا نوصل على قطاع النفط والغاز أكثر قطاع حساس في لبنان لأنه بيختزنها لأدي سروات ستمائة مليار دولار أنا صراحة أنا أول مرة بسمع الرقم تخديرات التي كانت تهطى قبل هي بين سبعين لثمانين مليار دولار 10-20 مليار دولار نفط بس بكافة الأحوال أنا بتمنى يكون الرقم الأعلى مش الرقم الأدنى وبكافة الأحوال كمان يلي رح يحسم هالأمر هو نتائج أول عمليات استخراج وتنقيب بتصير فينا يمكن نسامح حالنا ببعض عمليات الفساد يلي بتصير من هون وهون يعني بتضيع علينا فرصة من هون ولا شغلة من هون بس ما فينا نسامح حالنا أبدا إذا منترك أي فساد السروة الطبيعية يلي مش كل يوم رح نلاقي مثلها في لبنان مشان هيك توقفنا عند الموضوع مطولا عملنا أول لقاء هذا تاني لقاء يمكن نعمل عشر لقاءات رح نضل ماشيين بخطة فعلية باقتراحات قوانين ومشاريع قوانين بالمجلس النيابي بعيون مفتحة نحن هلأ بالحكومة وبالتالي صار عنا إمكانية المرائبة عن كثب وعن قرب بعيون مفتحة مشان تم نترك وإلى صفحة الاقتصادية هالترهيب اللي أطلقته إسرائيل أطلقته بغرض ترهيب الحكومة اللبنانية من ناحية ترهيب الشركات العالمية من ناحية أخرى لتحجم عن يعني القدوم إلى لبنان أو الاستثمار بلبنان وتحديدا بهالثلاثة بلوكات الجنوبية إنه هاي منطقة متنازع عليها رأس الميال جبان بطبيعة الحال فممكن الشركات تتردد نعم فهذا الهدف المباشر نعم تفعل الحل برأيك شو اللي سنتعمل اليوم الحكومة اللبنانية يعني كيف الرد على هذا الموضوع الحكومة اللبنانية يعني الرد الفعل هي الاستمرار والتأكيد على دورة التراخيص الأولى التواصل مع الأمم المتحدة ومع الأمريكان خلينا نكون واضحين للضغط على إسرائيل أو حتى أنه يقوموا بنوعا ما يستكملوا الوساطات الأمريكية اللي ببتدأت سنة 2011 تقريبا مع فريدريك هوف ومن ثم مع هوليشتاين بعهد أوباما نعم نحن اليوم بهمنا أنه كون ما في علاقات مباشرة مع العدو الإسرائيلي بهمنا يكون فيه طرف تالت بيمون أو قادر وعنده القدرة على الضغط على إسرائيل بالطبع بنفضل الأمم المتحدة مجموعة من الحرك الشعبي وفي مؤتمر صحفي عقدته عصرا دعت إلى إلغاء البنود التي فيها درائب تؤثر على الطبقات الفقيرة والمتوسطة وإقرار سلسلات الرتب والرواتب كاملة كما يطالب بها أصحاب الحقوق وفرض تمويل للسلسلة والموازنة من خلال وقف الفساد والهدر وفرض الضرائب على الأملاك العامة وفرض أرباح على القطاع المصرفي ترجمة نانسي قنقر النشر مستمرة بعد هذا الفاصل أهلا بكم من جديد أمين عن طيار المستقبل أحمد الحريري أكد أن التحالف بين الرئيس الجمهورية وبين طيار المستقبل والطيار الوطني الحر هو تحالف متين ونريد تمتينه أكثر كلام الحريري جاء خلال زيارة تفقدية قام بها إلى منطقة لبنان الجنوبي في وزارة الاتصالات وأوجيرو في مبنى سانترال صيدة وقال اليوم البلد في مناخ جديد نريد المحافظة عليه باستقرار أمني وبأمل بنمو اقتصادي وبتحضيرات لاستحقاقات مقبلة منها انتخابية ومنها استحقاقات أخرى لذلك نريد أن نكون جميعا جاهزين وعلى قدر المسئولية كل من موقعه لنستطيع أن نلبي تطلعات العهد الجديد رفع الأقصات المدرسية بمجرد الحديث عن إقرار السلسلة غير مبرر والأب بطرس عزار ينبه عبر تليفزيون لبنان نيلة شهوين فور الحديث عن اقتراب إقرار سلسلة الرتب والرواتب على تصرخة في المدارس ورأة لجان الأهل في إقرار السلسلة رفعا للأقصات فقط حيث من المطاقع أن تزيد نسبة تتفاوت بين 20 و 50% الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عزار أكد أن ما داما لم تقرر السلسلة فزيادة الأقصات غير مبررة إذا ما كان فيه مبررات للزيادة وتوافق مع لجنة الأهل على هذه الزيادة بيكون الأمر باطل وبيكون غير مقبول من هالمنطلق هذا نحن نتمنى أنه اللي بده يشتكي يراجع وزارة التربية مصلحة التعليم الخاص لأن هونيك فيه الموازنات تابعوا المدارس وهونيك بيقدروا يقولولون إن إذا كانت هالزيادة مشرعة أو صحيحة أو غير مشرعة أو غير صحيحة الأب عزار دعا إلى عدم الاتكال على الشائعات المعلمين إلهم كل سنتين درجة وهالدرجة هذه بيترتب عليها انعكاسات على صندوق التعويضات وأيضا على الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى أنه في أسادزي ينعمون بالتناقص تناقص ساعاتهم وفيه معلمين بيعلموا ليدهم بالمدارس كمان بترتب وفيه مدارس عم بيقل العدد فيها هيدا كله بيتجمع حتى ينقل إنه فيه زودة على القصة المدرسة ودائما وأسر وأشدد على إنه هذه الزيادة يجب أن تكون متوافقة مع موضوع الأنون 515 وسأل عزار ما علاقة التعليم الخاص بالضرائب والأملاك البحرية شو بدو يجيه التعليم الخاص من الجمارك أو من المرفى أو من الأملاك البحرية أو من غير ذلك حتى من الضرائب مع العلم أنه نحن لسنا موافقين على السياسة الضريبية اللي نحكى عنها جامعية متخرجي الجامعات الأمريكية في لبنان تطلق إنذارا لوضع حد لهجة الشباب الجامعي رئيس الجامعية دكتور سامي ريشوني يطالب الشباب الاتحاد لأنهم الأمل بخلاص لبنان نوال الأشعر لأن الجامعيين ينالون شهاداتهم ليصطدمون بعدم إيجاد مكان لهم في وطنهم فيهاجرون ونخسر طاقاتهم أطلقت جامعية متخرجي جامعات الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان نداءا لوقف هجرة النخبة وفي ندوة بعنوان النضال الوطني المتعدد الوجوه في جامعات لبنان أقيمت في جامعة هيكزيان بمشاركة نخبة من الأكاديميين والاقتصاديين والإعلاميين وضع رئيس الجامعية الدكتور سامي ريشوني مبادرة ودعوة للحفاظ على هذه الطاقات عبر سلسلة تدبير منها تغيير المناهج الدراسية لتتلاءم وسوق العمل وخدمة الوطن إضافة إلى دور الطبقة السياسية بإيجاد فرص عمل للجامعيين نسبة كبيرة من طلابنا الجامعيين يسعون لنايل شهاداتهم هادفين إلى الاستغناء عن الوطن والهجرة إلى الخارج لمتابعة التحصيل والاستقرار في المهجر بينما المطلوب هو التخصص لخدمة الوطن وتماسك عناصر الحقيقة الوطنية أطلقوا نداء واحدا لجميع العارفين وحاملي لواء الحقيقة المحقة اتحدوا 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 فأنتم طبقة الخلاص في هذا الوطن المظلوم نداء الريشوني موجه إلى العارفين بقيمة هذه الفئة من الشباب ودورهم في النهود ولأنهم الأمل في خلاص لبنان هل يتلقف العارفون النداء؟ العميد المتقاعد جوني خلف يرى أن الخوض في مشروع النفط والغاز مؤجل فيما قانون الانتخاب يمكن أن يتبلور قريبا هبعيات سلسلة الرتب والرواتب وملف النفط وغيرها من الاستحقاقات التي حملها العهد الجديد مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات فالأولوية لقانون الانتخاب ومن بعده تطرح كل الملفات بجدية بحسب رأي العميد المتقاعد جوني خلف الذي أكد أن العهد بعيد عن المحاصصات وصحيح أن هناك خلافات حول قانون الانتخاب إلا أنه سيتم الاتفاق على قانون جديد أنا ما بأعتقد هذا العهد هو عهد محاصصات أو عهد تنفيع لفئة وفئتاني يمكن سلسلة الرتب والرواتب محقة للمواطنين بس يمكن مش الوقت إذا بدك تقولي محشورين كثير على هذا الوقت رح يتفقوا على قانون الانتخاب ما بيقدروا ما يتفقوا لأنه عدم الاتفاق يعني نحن راحين على الفراغ وإذا بنصير فيه تأجير رح يصير فيه تأجير تقني حتى إذا عمل اليوم قانون الانتخاب ما رح يلحقوا يقدروا يطبق هذا القانون بهالفترة الأصيرة التي تتجاوز الثلاثة أشهر من حق كل مواطن التظاهر والاعتراض ولكن دون أن يتم الاعتداء على القوى الأمنية لموك لا حماية المواطن وقت الشعب ينزل يعبر عن رأيه أنا برأي التعبير لازم يكون على طريقة حضرية شوي يعني أول شيء ما نتعدى على القوى الأمنية هذه أول شيء لازم تكون ظاهرة وهذه لازم كلهم يجمعوا علي حتى الناس اللي وراء هذه المظاهرات إن كان قوى سياسية أو مجتمع مدني أو إلى ما هناك لازم يكون في تعميم خلف أشار إلى أن الأمن هو دائما هاجس القوى الأمنية والجيش اللبناني بالمرصاد كما كل القوى الأمنية في مجلس النواب ورشة عمل تتعلق بالحقول دون تزويج القاصرات والوزير أغاسابيان يرى أن المسألة أكبر من نصوص قانونية والنائبة جيلبيرت زوين تعمل مع المراجع الروحية لرفع سن الزواج منع تزويج الأطفال أو القاصرات في لبنان عنوان ورشة عمل نظمتها الأمنة العامة لمجلس النواب بالتعاون بعد مرنامج الأمم المتحدة الأنمائي يؤندي بي لتحقيق المساواة بين الجنسين وزير الدولة لشؤون المرأة جون أغاسابيان اعتبر أن تزويج الأطفال أكثر من مسألة تصويب نصوص قانونية بل هي مسألة تتعلق بقضية إنسان بحاجة إلى ضوابط اجتماعية ثقافية والتربوية ما في شي بيقول توزيع مهام ما في شي بيقول توزيع مسؤوليات إنه في مسؤوليات هي من على عاطق المرأة وفي مسؤوليات على عاطق الرجل أنا لا أؤمن بذلك في هناك شراكة عكافة الأصعادة مثل ما المرأة عندها مسؤوليات بالبيت الرجل عنده نفس المسؤوليات يمكن مش بالعاطف والحنان ولكن في مسؤوليات كتير الرجل مسؤول بالأمور بترتبط بالقطاع العام والخاص وبالشغل والاقتصاد والمال والمعلوماتية والطب والأنول بتكون كمان المرأة مسؤولة والرجل مسؤول عن صنع القرار كمان لازم تكون مرأة جزء أساسي من صنع القرار في هذا لبنان نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان فليب لازاريني لفت إلى أن تزويج القاصرات يعتبر من أعمال العنف الممارس ضد النساء وهو متأصل في عدم المساوات بين المرأة والرجل وأضاء على برنامج الأمم المتحدة بدعم الإصلاحات السياسية وتنفيذ آليات تعزيز آمنة للفتيات المعرضات للعنف المتمثل بالزواج المبكر النائبة جيلبيرت زوين من جهتها لفتت إلى ما يقوم به المجلس النيابي بالتعاون مع المراجع الروحية لرفع سن الزواج خلال شهر الماضي ركزت لجنة المرأة والطفل عملها على مناقشة اقتراح القانون المعني برفع سن الزواج والتعديلات التي صدرت عن لجنة الإدارة والعدل المتعلقة أيضا برفع سن الزواج فعقدت اللجنة عدد من الاجتماعات واستمعت إلى وجهات النظر المتعددة من الوزراء والإدارات العامة ومنظمات المجتمع المدني والخبراء المعنيين ورشة العمل تضمنت جلسات لناقشة التشريعات المقترحة في المجلس النيابي لمنع تزويج الأطفال وتجارب بعض الدول العربية في رفع سن الزواج في تشريعاتهم أخبار محلية ونشاطات في هذه الصفحة استقبل وزير الإعلام الحمر يشي وفدا من التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء في لبنان برئاسة الوزيرة السابقة وفاء الدئاء كما استقبل الوزير السابق جابي ليون في بكركي البطريارك الماروني مربشارة بطرس الراعي عرض التطورات مع النائب السابق فرد هيكل الخازن كما تطرق للأوضاع في المنطقة ولبنان مع وفد من الاتحاد الأوروبي الذي يتفقد مخيمات النازحين السوريين ويلتقي عددا من المسؤولين الكاردنال الراعي التقى الوزيرة السابقة ليلة صلح أحمده والمدير العام للتفتيش المركزي مطانيوس الحلبي استقبل قائد الجيش عريمات جوزيف عون النائب محمد رعد والحاج وفك صفاق كما استقبل قائد قوات الأمم المتحدة في لبنان مايكل باري كما التقى السفير الفلسطيني أشرف دابور والوزير السابق حسن النيمني ومديرة الوكالة الوطنية للإعلام لورس ليمين صعب ورئيس بلدية الدكويني أنتوان شاختورة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم استقبل عضو اللجنة المركزية في فتح الزام الأحمد يرققه السفير الفلسطيني في لبنان كما التقى اللواء إبراهيم رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق كرمت منطقة الأشرفية الكتائبية عددا من الأمهات الرائدات لسيامة في المجالات الإعلامية والفنية والناشطات في المجتمع المدني بحضور السيدة سولانج بشير الجميل والنائب نديم الجميل والأميرة حياة إرسلان وقد تم تكريم الزاملات من تليفزيون لبنان ندى صليبة دلال قنديل وسينتيا الأسمر محادثات جناف بعد الأعلان أهلا بكم من جديد تنظيم داعش يتبنى الهجوم قرب البرلمان البريطاني والمهاجم هو خالد مسعود أدينا سابقا بتهما جنائية وما يتأكد أن الإرهابيين لن ينتصروا يبدو أن دهس المشات بالعربات بات الأسلوب الأكثر اتباعا من تنظيم داعش في أوروبا لأنه رخيص التكاليف وسهل التنفيذ ومن الصعب منعه كما لا يستلزم الحصول على متفجرات أو أسلحة ويمكن أن ينفذه مهاجم بمفرده هذا ما حصل قرب مبنى البرلمان البريطاني في لندن والذي أسفر عن مقتل أربعة في هجوم تبناه تنظيم داعش رئيسة الوزراء البريطانية تاريزا ماي أوضحت أن منفذ الهجوم بريطاني المولد ومعروف لدى الأجهزة الأمنية ماي أشارت إلى أن الإرهاب لن يسود وحثت البريطانيين على مواصلة حياتهم اليومية والتمسك بقيم البلاد وقالت أمام البرلمان إنه من المهم جدا في هذا الوقت أن نظهر أن قيمنا هي التي ستسود وأن الإرهابيين لن ينتصروا وقد عززت عواصم أوروبية درجة التأهب وكثفت الشرطة البلجيكية تواجدها في شوارع بريكسال وفي روم انتشرت الشرطة حول مقر البرلمان ومن المتوقع وصول الألاف من أفراد الشرطة الإضافيين في الأيام المقبلة في ظل استعداد العاصمة لاستضافة قمة الاتحاد الأوروبي وفي برلين قامت الشرطة بدوريات أمنية وأغلقت بعض المناطق حول المباني الحكومية المحادثات الرسمية تنطلق غدا في جناف التي بدأ وصول الوفود السورية إليها ميدانيا المعارضة على مسافة كيلومترات قليلة من مدينة حمار الأنظار تتجه إلى جناف حيث توقد المحادثات السورية السورية برعاية أممية الجمعة بدل الخميس وذلك لوجود المبعوث الدولي ستيفون ديمستورا في أنقرة في حين أشرت معلومات إلى أن الجهاد المقدسي أحد ممثلي مجموعة أو ما يعرف بمنصة القاهرة للمعارضة هو أبرز الغائبين عن هذه الجولة والمعلوم أنه لن تكون هناك جلسة موسعة كالتي سبقتها أي جناف أربعة المعارضة السورية التي تحاول تحقيق انتصارات وتقدم ميداني للضغط على طاولة التفاوض فتحت المعارك على جبهات عدة كذلك أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن قوات المعارضة المسلحة تقدمت لتصبح على مسافة أربعة كيلومترات من مدينة حماه الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية في هجوم كبير مباغت في غضون ذلك ما زالت المعارك مستمرة بين القوات الحكومية وقوات المعارضة في منطقة جوبر حيث تصدى الجيش السوري الحكومي لمجموعات المعارضة المهاجمة وقصف الخطوط الخلفية والإمداد لهم كما استهدف الجيش الحكومي مواقع المعارضة بصواريخ أرض أرض قصيرة المدى فيما تستمر المواجهات للسيطرة الكاملة على معمل الغزل والنسيج أهم نقطة بشمال جوبر المطل على الأتسراد الدولي وجزء من كراجات العباسيين ونقطة التقاء للمواصلات كبيرة تربط دمشق بالأتسراد الدولي وهو أقرب نقطة للمعارضة باتجاه قابون التي تعتبر أحد أهم أهداف المعارضة للوصول إليها التقدم اللافت والمفاجئ للمعارضة قابله امتقاد حاد من الوسائل الإعلامية الروسية للقوات الحكومية متسائلة عن أسباب نجاح المعارضة في تسلل والتقدم إلى العاصمة دمشق شارحين سبب التقدم عبر أنفاق جرى إعدادها مسبقا تمكنت المعارضة عبرها من زرع عبوات ناسفة ضخمة قرب مواقع للجيش الحكومي تزامنا مع تنفيذ هجمات انتحارية بسيارات مفخخة قبل بدء الهجوم الموسع الذي كلف القوات الحكومية خسائر فادحة بحسب الإعلام الروسي ختاما جرى مساء اليوم صحب اليناصيب الوطني اللبناني وقد ربحت الجائزة الكبرى مئة تون وخمسون مليون ليرا الورقة التي تحمل الرقم خمسة وتسعين خمسة وتسعين صفر مبروك للرابحين في الختام توني وأنا نشكر لكم حسن متابعة وملتقانا يتجدد عند الحادية عشة والثلث إلى اللقاء اشتركوا في القناة